موسيقى أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة نبدأها بأبراز العناوي بغداد تستبق مهلة ناصرية التصعيد السلمي يزيد زخم الاحتجاجات في التحرير موسيقى ساعات على انتهاء مهلة ناصرية التوتر يبلغ ذروته ويخيم على جنوب العراق موسيقى قبيل عطلته التشريعية البرلمان يفشل بعقد جلسته والموازنة حبيسة الخلافات موسيقى موسيقى بغداد وواشنطن تؤكدان على خفض التصعيد في المنطقة وحماية السيادة العراقية موسيقى موسيقى السبقت بغداد مهلة ناصرية وبدأت بالتصعيد إذ شهدت أحداثا متسارعة خلال الساعات الماضية قطع خلالها المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين ساحتي قرطبة والطيران ومحيطهما بعد تصاعد الاحتجاجات في عموم المحافظات وقال المتظاهرون أن تلك الخطوات هي بداية للتصعيد السلمي ردا على تسويف مطالبهم مشيرين إلى أن إغلاق الطرق والجسور في العاصمة سيكون أيضا في باقي المناطق يأتي ذلك التصعيد بعد أن انقضت المهلة التي منحها متظاهرون ناصرية للحكومة كل حقوقنا نحن بدأنا التصعيد اليوم بدأنا من اليوم مباشر إن شاء الله مستمرين قطع كل الطرق بالسلمية لا تجاوز على أي مؤسسة حكومية لا جامعة لا مدرسة بالسلمية قطع الشوارع الريد من طلابنا يضامنون ويانا الحكومة اليوم بدأنا والمهلة ماتشك تنتهي نحذركم احترمونا في سكم ونفذونا مطالبنا ترح يتطمع من معاونها واتر المهلة خير تنتهي و الله يسترل وراها وبلغت حصيلة التصعيد في بغداء 13 مصابا في حين تصاعدت أعمدة الدخان قرب ساحة الطيران متظاهرون أكدوا أن بعض الإصابات في صفوفهم خطيرة بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص المطاطي بكثافة إضافة إلى القنابل المسيلة للدموع إلى ذلك أقدمت القوات الأمنية على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم القريب من ساحة التحرير في بغداد نبقى في بغداد حيث تظاهر جمع غفير من الطلبة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم انضموا إلى المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد طلبة الجامعات تجمهروا أمام مبنى الوزارة ورددوا شعارات تؤكد على استمرار عصيانهم وامتناعهم عن الدوام الرسمي لحين تحقيق مطالب المتظاهرين التي خرجوا لأجلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر التصعيد السلمي في بغداد أسهم بشكل كبير في زيادة زخم التظاهرات في ساحة الاحتجاجات علي عبد الكريم معه التفاصيل أغلقت الشوارع والطرق الرئيسية في خطوة تصعيدية من قبل المتظاهرين في بغداد خطوة تتناغم مع مهلة ناصرية وتكشف حجم التصعيد السلمي في العراق شلل شبه تام لحركة السيارات في بغداد جاء هذا بعد تصعيد المتظاهرين الذين يؤكدون أن قوات الشغب هي التي أجبرتهم على التصعيد وقطع الطرق بعد اشتباكات ساحة الطيران أنت على إيه أساس توقفني بالطيران تقول لي ساد للشارع وجايب لقوات أكبر من القوات الموجودة على الجسور في سبي شنو حتى شنو خاف تفكرهم خلص مولة الناصرية بالنسبة أننا نحن بدينا الساعة بدل الساعة الصفر عندنا وهذا مستمر إلى ساحة التحرير توجه العديد من سكان بغداد مختلف الشرائح تساند المتظاهرين لكن الشريحة الطلبة كان صوتها أقوى وكانت هي الأكبر في حملة مناصرة المحتجين أقبى أحداث شاحة الطيران اليوم الطلاب ما شاء الله ما قصروا حشود قوية وتصعيد وسلمية وباقي للنهاية إن شاء الله وبعد ما سمعنا اللي صار بساحة الطيران والطاقة للأصاص الحي والدخانيات صار الطلاب بدل مع أعداد قليلة صارت أضعاف الأضعاف وأكو طلاب يعني طلعوا من جامعاتهم وجو يتوجهوا للتعليم العالي صارت ينظموا إلى المسيرة الطلابية للتحرير مسيرات واسعة نظمت الجميع هنا يحمل الأعلام العراقية واللافتات التضامنية القلق يخيم على المتظاهرين والسلطات تبدو عاجزة عن حمايتهم لا تحركات سياسية لإنهاء الأزمة الرهنة ولا حلول مرضية للمحتجين لقناة الفلوجة الفضائية من بغداد علي عبد الكريم من أربيل معنا دكتور محمد القيسي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك أستاذ محمد يعني مهلة الناصرية انتهت هل تتوقع أن هذه المهلة والخطوات اللاحقة التي سيقوم بها المتظاهرون ستأتي ثمارها بشكل إيجابي؟ نعم تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام الحقيقة هذا شيء صحيح أنا أعتقد أنه التصريح الذي أدل به المتظاهرون والتنسيقيات بالتصعيد السلمي آخر مساره للتنفيذ العملي وربما تزامنا مع يوم غد المصادف يوم 20 من يناير الجاري وهي مؤشر على أو تزامنت مع انتهاء المهلة التي حددت لإستجابة المطالب المتظاهرين أنا أعتقد نعم فعلا سيكون هناك نوع من تصعيد السلمي لمطالب المتظاهرين لأسباب كثيرة منها أولا أنهم وجدوا أن الأمور مفتوحة أنه ليس هناك نهايات لتنفيذ هذه المطالب أو حدود يقفون عندها ثم هناك نوع من التسويف والمماطلة في الوقت أو بطريقة أخرى محاولة تخلق أزمات أخرى للتغطية على الأزمة الحقيقية هي وجود المتظاهرين الكرام والقضية الأساسية التي نادوا بها وهي قضية محاسبة الفاسدين وضرورة خلخلة كيان منظومة الفساد بالمجمل لأننا ببساطة هنا يطالبون بمطالب مشروعة على سبيل المطالبة بالتكافؤ العدالة الاجتماعية والتكافؤ الفرص وفرص عمل وما شابه الأمن والتوفير الوطن والشعور بالسيادة والانتمان الوطن هذه أمور بسيطة جدا حقيقة أمور من أساسيات العيش في الدولة مقارنة مع دول عالم الأخرى هناك فجوة كبيرة يعاني منها العراق أو يعيشوا العراق على سبيل المثال أن معايير الرفاه الاجتماعي في الدول العالم الأخرى قطعة شود كبير بيننا وبينهم معايير الرفاه الاجتماعي في الدول الأخرى المتقدمة مع سبيل المثال هي ضمان جودة التعليم أولاً ثانياً ضمان نوعية الضمان الصحي ونقطة أخرى أيضاً تعلق بمعدلات الأعمار نقطة أخرى على سبيل المثال مدى حداثة طرق النقل والمواصلات هناك نقطة أخرى مدى فعالية وموامة قانون التقاعد الاجتماعي لكبار السم لاحظ النقاط لقم هذه النقاط وإن وصل العالم وإن وصل البلد العزيز بذات السرعة التي يسير فيها العالم إلى المأم نسير فيها نحن إلى الوراء حقيقة طيب طالما أن هذه النقاط هي نقاط مشروعة ويحق للمتظاهرين المطالبة بها هل تتوقع أن الحكومة جادة في الاستجابة لهذه المطالب خصوصاً الاقتباس الذي شاركته العتبة الحسينية على مواقع التواصل الاجتماعي لأسستاني الذي دعا فيه بشكل غير مباشر لدعم التظاهرات ودعم الاحتجاجات السلمية التي ستحدث غداً بعد انتهاء مهلة الناصرية نعم مع احترامي لرأي المرجعية وكل من ينادي بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين حقيقة نعتقد أن الحكومة في وادي آخر هم منشغلون تماماً بكيفية الاتيام بشخص لإزداءه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء وحتى هذه الطريقة بذاتها المحاولة يعادة ترميم الثقة ما بين الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة ومن بين الشعب أنا أعتقد انتهت وصلنا إلى المعادلة الصفرية حقيقة ما بين الشعب حتى هذه الطريقة هم يحاولون الاتيام بالشخص لإزداءه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء أيضاً باسلوب توافقي زين إذا أنتم تتفقون على الشخص باسلوب توافقي تقليدي إذن ما الغاية من ظهور المتظاهرين والاحتجاجات ما الغاية هذه الأشهر على مدى ثلاث أشهر وما الجدوى من استشعاد أكثر من 460 شخص وأكثر من 25 ألف قتيل عفوا الشهيد ما الغاية من هذه الأمور إذا أنتم تتفقون إذن العودة لنفس الطريقة التقليدية ذاتها كما قلت أبرى قناتكم قبل أكثر من يوم هي أيضاً مؤشر عوق فكري لأن مطالب متظاهرين واضحة هم لا يطالبون بالإتيام بشخص توافقي ما بين أحزاب السلطة الفاسدة هم يطالبون بمجيء شخص مستقل خارج عباعة الأحزاب السياسية ويطالبون أيضاً بشكل واضح وصريح ومشروع بحل برلمان الحالي والإسراء بإجراء انتخابات عامة في العراق وفي قانون انتخابي عادل يضمن حق الجميع وبإشراف أممي مطالبهم واضحة بالمجمل هم في وادي والحكومة في وادي آخر أنا لا أعتقد هناك تنسيق وليس هناك استجابة وهذا ما دفع المتظاهرون إلى التصعيد بشكل سلمي رغم نصيحتي لهم بأن لا يكون هناك أي أضرار للممتلكات العامة ولا الخاصة ولا حتى لرجال الرجال العراقي وأن يحافظوا على سلميتهم نعم ضمن إطار تصعيدي ولكن أن تبقى سلمياً لأن هذا الأمر مهم جداً يربك الطرف الآخر ويجعله في حيرة من أمره كيف يحاول الانقضاء عليهم أو كيف يحاول إنهاء هذه المتظاهرات المستمرة بإذن الله دكتور محمد من الواضح جلياً بأن مشاركة الطلبة في التظاهرات زادت من زخمها وعطتها قوة وشجاعة للانطلاق أكثر إلى الأمام لكن اليوم الطالب وقع بين نارين هل يشارك في الاحتجاجات ويبحث عن وطنه أم ينظر إلى رأي وزارة التربية التي تقول بأننا سنقوم بعمل الامتحانات في وقتها المحدد لا تأجيل لا عذار هنا هل أنت مع عودة الطلبة إلى الدوام أم الدوام ليس ضرورياً الآن بقدر ما هو ضروري مشاركة الطلاب في التظاهرات؟ نعم بالتأكيد أنا ذكرت قبل قليل أنه أحد أهم وسائل الرفاه الاجتماعي الحديثة هي ضمان جودة التعليم أين جودة التعليم؟ يعني أين الحكومة العراقية من هذه النقطة؟ دعني أضرب لك مثال وأنا واقعي وإن شاء الله صادق جداً بهذا الأمر مثال واحد يتعلق بالتعليم نظام التعليم في العراق يعني لي معرفة بأحد الأصدقاء هناك شخص يحمل شهادة علياه شهاد ماجستير في تخصص مهم جداً هو الاقتصاد ماجستير في الاقتصاد اضطر الرجل أن يتخلى عن شهادته العليا الماجستير وعن شهادته الأدنى منها البكريوز وعن الأدادية لينزل إلى درجة الثالث المتوسطة من أجل حصول على درجة تعيين على الملاك الدائم لصفة لا تليق به ولا بشهادته وعندما سئل المقبل أحد الأصدقاء قال أنا لي عائلة وأنا ما مواقع هذا مصدر رزق لاحظ مدى الاهتمام بالشهادة العليا في العراق ومدى التقييم العالي للتعليم العالي مع الأسف في بلدنا الشديد مع الأسف الشديد في بلدنا العزيز حتى الطالب في المرحلة الجامعية لأسف المرحلة الرابع الصفوف النهائية في المرحلة الجامعية جل تفكيره الأول هو ليس بناء أسرة وحق من حقوق الإنسان مشروع جل تفكيره يكون منصب بأين سأذهب بعد ذلك لأنه متيقن أنه لا فرص للتعيين إلا من خلال عباد الأحزاب السياسية الفاسدة أو بأساليب أخرى إذن أنا مع أن يضمن الطالب العراقي حقه حقيقة رغم أنني لا أحرض على الأسيان أو ما شابه ضد التعليم لكن من المهم جدا أن يكون هناك مستقبل لطالبتهم الآن هم يشعرون بينهم ليس لديهم أي مستقبل ولهذا هم يحاولون التصعيد مع ذلك بعبارة أخيرة أستطيع أن أقول بأنه تعلمنا من تجارب التاريخ أن الأوطان باقية وأن الفاسدون زائلون بإذن الله تعالى شكرا لك الدكتور محمد القيسي أستاذ العلوم السياسي كنت معنا من أربيل إلى الناصرية حيث يبلغ التوتر ذروته ويستعد المتظاهرون في ساحة الحبوب لتصعيد احتجاجاتهم قبيل ساعة من انتهاء مهلة الأسبوع لحسم ملفي منصب رئيس الوزراء وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة التصعيد يشمل إغلاق الدوائر الحكومية غير الخدمية وإضراب طلبة المدارس والجامعات عن الدوام إضافة إلى وقفة احتجاجية بعيدا عن مركز الاعتصام وإغلاق الطرق الرئيسية الرابط بين محافظة البصرة والعاصم بغداد المار بمحافظة ذيقار أيضا كما يأتي خيار التصعيد في عقب استشاد وإصابة عدد من المواطنين في أحداث دامية شهدها الأسبوع الماضي صباح غاضب شهدته غالبية المدن والمحافظات العراقية ففي النجف أغلقت الشوارع وشهدت مسيرات حاشدة وقطع المتظاهرون شوارع رئيسية ومداخل لأحياء كبرى فيما شهدت المدينة مسيرات حاشدة للطلبة أوقفت حركة السير وعطلت الحياة بشكل شبهتام كما قطعوا طريق مطار النجف الدولي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب المحتجين المتظاهرون أطلقوا هتافات تتحدى السلطات التي هددت بإجراءات رادعة بحق المتظاهرين في حال اتخذوا خطوات تصعيدية تؤدي إلى قطع الطريق في كربلاء لم يكن الوضع مغايرا حيث وقعت صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في حي البلدية وسط المحافظة شهود نعيان أوضحوا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق بينما رد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة المتظاهرون قاموا أيضا بإغلاق أغلب الطرق بإطارات السيارات وأضرموا فيها النيران محافظة المثنى لم تكن هي الأخرى بمنأة عن أحداث التصعيد حيث قامت القوات الأمنية في السماوة بتفريق تظاهرة طلابية قرب تقاطع مديرية تربية المحافظة وسط امتعاض الأهالي من لجوء قوات مكافحة الشغب باستخدام أساليب العنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصعيد الذي قد تشهده بغداد وبعض المحافظات في حال انتهاء المهلة المحددة مضيفا أن القوات الأمنية تعمل بالسياقات والواجبات المتعارف عليها مع التمتع بالجهوزية لفرض القانون وعدم السماح بالإخلال بالأمن الأخبار مستمرة سياسيا فشل مجلس النواب بعقد جلسته اليوم بعد عدم تحقق النصاب القانوني لتحول الجلسة بعد ذلك إلى تداولية وقال مراسلنا أن البرلمان لم يعقد جلسته بسبب حضور سبعين نائبا فقط مشيرا إلى أن الجلسة التداولية بحثت بعض الأوضاع الخدمية في عدد من المحافظات وتضمن جدول الأعمال قراءة لبعض القوانين التي عدها مراقبون بأنها ليست بالأهمية التي يطلبها الشارع العراقي المنتفض وتصاعدت بعد ذلك دعوات أطلقها المتظاهرون لحل البرلمان إلى ذلك كشفت اللجلة القانونية النيابية أن تراخي القوى والكتل السياسية لإيجاد حكومة تلبي مطالب الشعب انتهك الدستور والقانون وقال عضو اللجنة حسن العقابي أن حكومة تصرف الأعمال الحالية لا يمكن تمديد عمرها ولا يمكن إبقاؤها حينما نرى هذا التراخي وهذا الأداء السلبي للقوى السياسية والنخبة السياسية في أن لا تكون عد حسن ظن المواطن العراقي وتلبي المطالب الشعبية في إيجاد حكومة قوية حكومة كفاعات وطنية حكومة أيادها بيضاء قادر على مواجهات التحديات الجسام التي تعيشها الدولة العراقية وقادر على أن تقدم منهاجا وزاريا وحكوميا يلبي المطالب الشعبية هذا أمر مؤسف وهذا التراخي غير مقبول وخصوصا أنه حصل فيه انتهاك للدستور وفيه مخالفات جسيمة للنظام القانوني في الدولة العراقية علينا أن نكون على قدر المسؤولية وننتج هذه الحكومة وأن لا نسوف الأيام والوقت لمد عمر هذه الحكومة أو إعادة إنتاجها مرة أخرى وهذا فيه كارثة ومخالفة جسيمة للدستور والقانون العراقي تبرز على الساحة مخاوف شعبية من تحول ملف الموازنة العامة للبلاد إلى ملف سياسي يؤثر سلبا على المواطنين حيث أكد محللون السياسيون أن بعض القوى أصبحت تستخدم الموازنة كورقة ضغط للحصول على مكاسب لها من المشكوك به حقيقة تقار كون أنها لم تعد بصيغتها النهائية في البرلمان ولم يجري مناقشتها بشكل نهائي وكثير من المكونات تحاول أن تستعملها ورقضها ضغطة لزيادة أسهمها من حصة الموازنة وثانيا عملية حالتها بشكلها النهائي إلى الحكومة نحن نعلم أيضا أن الحكومة الآن غير معدة وغير مؤهلة لأن تقر الموازنة كونها حكومة تصريف أعمال من ناحية وأيضا الصراع منعكس داخل الحكومة على الصيغة النهائية هناك أشكالية كبيرة هناك عجز كبير في قرار الميزانية نمط إدارة الموازنة بعد 2003 بسبب التجاذبات السياسية أصبح يعتمد على قضية التأخير والتسويف وبتأخير إقرار الموازن ومن ثم على مستوى الموازنة التشغيلية المتعلقة بالرواتب وإدارة السياسات العامة المتعلقة بهذه القضايا لن تتأثر كثيرا لأنها ستبقى مستمر من سوف يكون أنه متأثر هو الموازنة الاستثمارية وعادة الموازنة الاستثمارية بسبب الإجراءات البيروقراطية أيضا تتأخر صرفها إلى نهاية السنة أو الربع الأخير من السنة بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حماية السياد العراقية واحترام القرار الوطني المستقل بيان رئاسي أوضح أن الطرفين بحثوا في اتصال هاتفي المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وقد أكد على وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البناء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز السلمة والاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب إلى ذلك أكدت قيادة العمليات المشتركة أن قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار عراقية خالصة المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن القاعدة تضم سربا من الطائرات المقاتلة العراقية ومقر الفرقة السابع بالإضافة إلى أفواج من جهاز مكافحة الأرهاب وباقي الوحدات العسكرية مضيفا أن الجزء الخاص بقوات التحالف الدولي يشغل 11 كيلو مترا مربعا من مساحة القاعدة فقط من إجمال مساحتها التي تبلغ 66 كيلو مترا مربعا جدل حول الوجود الأمريكي في العراق الزميل عبد الرحمن النجار يعرفنا إلى حجم ذلك الوجود ومكانه الوجود الأمريكي في العراق رغم شح المعلومات الرسمية عن أماكن تمركزه عسكريا إلا أن تقارير شبه رسمية تتحدث عن توزع الجنود الأمريكيين بنحو عشر في قواعد عسكرية بالبلاد ففي الأنبار تعد قاعدة عين الأسد غربي المحافظة من أكبر هذه القواعد ومن أهمها أيضا حيث تضم نحو 1500 جندي أمريكي قال عنها ترامب لدينا هناك قاعدة جوية كلفت مبالغ طائلة بمليارات الدولارات قبل مجيء بوقت طويل ولن نغادر قبل أن يدفعوا لنا تلك التكلفة تعرضت هذه القاعدة لهجوم صاروخي إيراني ردا على مقتل سليمان تليها قاعدة الحبانية الجوية أيضا وكذلك الرمادي ويطلق عليها قاعدة التقدم فيها قاعدة نموذجية تضم معسكرات ومنشئات إقامة وهناجر للطائرات ومخازن للذخيرة فضلا عن مدارس للتعنيم الأمني ومقرات للتحكم والسيطرة قاعدة بلد الجوية أيضا كانت تسمى بقاعدة البكر سابقا وهي أكبر وأهم القواعد في العراق تبعد هذه القاعدة نحو 100 كم شمال العاصمة داخل محافظة صلاح الدين تضم جنود أمريكيين وطائرات أمريكية إذ غالبا ما تشهد طلعات طائرات الـ F-16 الحربية منها وقد تعرضت هذه القاعدة إلى استهداف بصواريخ كاتيوشا مطلع العام الجاري قاعدة القيارة تبعد 60 كم نحو الجنوب من مدينة الموصل وهي من أكبر القواعد العسكرية الستراتيجية التي تضم مطارا عسكريا فيها كذلك قاعدة النصر تقع قرب مطار بغداد تقدم دعما جويا ومساعدة لوجستية واستخبارية عسكرية وتسمى بقصر الفاو تمتد على مساحة 42 كم وهي محاطة بمسافة 27 ميلا من الجدار الخرشاني وكذلك قاعدة التاجي تضم مطارا وقاعدة عسكرية ومستودعات للصواريخ ومخازن للداخيرة يتمركز فيها جنود أمريكيون لأغراض التدريب تعرضت هذه القاعدة لاستهداف بقذائف الهون بشكل مستمر أما قاعدة كاركوك فهي قاعدة كاي وان وهي معسكر نموذجي للتدريب والتأهيل العسكري فيها قوة أمريكية وقد استهدفت بنحو 30 صاروخا في السابع والعشرين من كانون الأول الماضي قتل على إثرها متقاعد أمريكي فضلا عن إصابات بين جنود أمريكيين وعراقيين كذلك قاعدة ألتون كوبري تقع في محافظة كاركوك أيضا وتبعد نحو 50 كم عن مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان تبعد ستيلا كيلو مترا عن الحدود الإيرانية وبدأت بين الولايات المتحدة باستخدامها منذ عام 2003 وقد جرى توسيعها عام 2018 تعد من القواعد المتطورة ففيها تزويد بالصواريخ الدفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة استهدفتها الصواريخ الإيرانية أيضا ردا على مقتل سليماني مطلع الشهر الجالي وهناك ثلاث قواعد أخرى في إقليم كردستان يوجد فيها عسكريون أمريكيون كذلك قاعدتان منها قيد الإنشاب مع تزايد حدة التصعيد العسكري على الأراضي العراقية بغداد تصر وواشنطن ترفض الانسحاب وسط تلويح بعقوبات اقتصادية تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير لم يكن قرارا جيدا هكذا وصف رئيس أقليم كردستان جيربان البرزاني قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية فبغداد تصر وواشنطن ترفض المتحدث باسم القاد العام للقوات المسلحة جدد التأكيد على إخراج القوات الأجنبية بما فيها المتواجدة في الإقليم ما عقد الأمور على الأرض وأخذها إلى منعطف خطير وسط هذا التعقيد تلقى رئيس الأقليم دعوتين لزيارة واشنطن وطهران بالنسبة لزيارة سيد رئيس أقليم كردستان للولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية زيارته أيضا لجمهورية إيران الإسلامية هذه المسألة تثبت بأن أقليم كردستان يلعب دورا سياسيا متوازنا في المنطقة نعم كانت هناك خلافات بين أقليم كردستان والطرفين كانت هناك الكثير من وجهات النظر المختلفة ولكن المصالح السياسية العامة التي تهم كافة الأطرافية التي تتحكم بالموضوع هناك علاقة عسكرية مهمة جدا تربط أقليم كردستان والولايات المتحدة هناك أيضا علاقات تجارية واستثمارات تربط أقليم كردستان بالجانب الإيراني وعلى خلفية إخراج قواتها من البلاد لجأت واشنطن وكعادتها إلى التهديد والوعيد بفرض حصار اقتصادي وتجميد الإيداعات الوطنية والتي تقدر بـ 35 مليار دولار وفي خضم هذه التطورات كشف البيت الأبيض عن اجتماع مرتقب بين تراب ونظيره الرئيس العراقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس لبحث ملف الانسحاب الأمريكي من العراق الآن ليس وقت انسحاب أو إبعاد القوات الأمريكية في العراق نحن لسنا مع بقاء أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية وحتى الكردستانية لأن لكل أقليم أو لكل دولة سيادة ولكن الوقت الحالي لا يخدم العراق ولا سيما أن كثير من الأحزاب العراقية هي أحزاب مصلحة لها ميليشيات مصلحة لا سامح الله في غياب قوة كبيرة بحيث تستطيع أن تسيطر على هذه القوات أن هذه القوات الصغيرة أي الميليشيات تبدأ بالتقاتل الداخلي ولا يخسر إلا الشعب العراقي المشهد السياسي برمته معقد كتركيبة الطبقة السياسية والتي إلى الآن لم تتفق على بديل لرئيس الوزراء وشارع يحارب سلميا من اتزاع حقوقه وتدخل أمريكي إيراني يضع العراق أمام فقدان الأمل بالتقدم ولو خطوة للأمام بغداد تصر على الانسحاب وواشنطن ترفضه وما بين هذا وذاك مزيدا من التوتر الأمني ونزيفا لدم العراقي من أربيل بشيرة الحسن قناة بفلوجة حضر رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر برفقة وفد نيابي مجلس عزاء الشيخ ظاهر خميس الضاري شيخ قبيلة زوبع في العراق والوطن العربي الذي وافته المنية قبل يومين الشيخ الخنجر حضر مجلس العزاء الذي يقيم في جامع خانضاري الكبير غربي العاصمة بغداد وقدم العزاء لذوي الفقيد وعبر عن مواساته لهم شكرا شكرا طالب عدد من أهالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار الحكومة المركزية ووزارة الهجرة والمهجرين بصرف منحة العودة للنازحين المواطنون أكدوا أن المنحة البالغ مقدارها مليونين ونصف المليون صرف منها وجبتان فقط لطبقة من المجتمع هم بأمس الحاجة لهذه المبالغ بعد عودتهم من مشقة النزوح الأهالي وصفوا المنحة بأنها أصبحت حلما للمواطنين المستحقين لها وسط مطالبات ومناشدات بضرورة صرف هذه المستحقات سالة عتب اليوم نوجهه لجميع المسؤولين بدون استثناء اليوم محافظة الأنبار بمواطنيها بناسها لحد الآن لا يوجد أي تفاؤل و أي أمل بخصوص الموضوع الذي صار أشبه بالحلم اللي هو موضوع المليون ونص صار أربع سنوات طلعت بس واجبتين و خلي نحكيها بكل صراحة اليوم مواطنين الأنبار تعب حالهم يعني دنشوف صحيح أنه الأعمار وتعاون الحكومة المحلية مع ابناء المواطنين لكن اليوم المواطنين يسألون عن هذا الحلم نحن أهل الرمادي يعني وعدونا بالمليون ونص يعني الهجرة والمهجرين مليون ونص مالتنا من رجعنا ولحد الآن ما أنطونا لا مليون ونص المنحة ولا غير ولا سوى كل شي ماكو يعني ما أنطونا من المليون ونص ما أنطونا أو قدمنا وتعبنا وركضنا ونداعي وننشع الفيس العالم تنشر وهذه ماكو مليون ونص ما حد يفعل ينطي هذا صار لنا أربع سنين تهجرنا الأربيل السيمانية لدهوك البغداد وقعدونا بالمنحة المليون ونص المليون ونص وين راحت ما حد يعرف بي وين راحت طالبوني يعني نريد المليون ونص ترجع لنا وين راحت بياجية بأي حرام أخذها نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل مئات المصابين في لبنان تصعيد واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أعنف يوم منذ انطلاق الاحتجاجات أصيب على إثرها أكثر من أربعمائة جريح بحسب فرانس بريس وهجم محتجون قوات مكافحة الشغب بمحيط مجلس النواب اللبناني لترد القوات بقنابل الغاز المسيلة للدموع وما تزال أعداد المتظاهرين تتزايد بعد حادثة أمس في حين أكد الرئيس ميشيل عون أنه وجه قيادة الجيش بإعادة الهدوء للعاصمة وإنهاء المظاهر المسلحة أمام المتظاهرين للشهر الثالث على التوالي تستمر الاحتجاجات الغاضبة في لبنان ولكن بقوة هذه المرة حيث شهدت العاصمة بيروت وعدد من المدن الأخرى تظاهرات حاشدة تخللتها اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن حول مبنى البرلمان رفضاً لتشكيل حكومة جديدة من قبل المكلف حسان دياب المزيد في سياق هذا التقنير الحراك اللبناني سرعاً ما استعد زخمه من جديد إقناع اللبنانيين لترك شوارع الاحتجاجات ليست بالمهمة السهلة أمام أساسة لبنان ليلة دامية شهدتها بيروت حيث أصيب المئات من المتظاهرين بسبب القوة المفرطة التي اعتمدتها القوات الأمنية ضدهم حنظلنا نتظاهر وحنظلنا نسكر الطرقات وما حنطلع من الشارع إلا للثورة تنتصر وتاخد اللي بدأيه ألأ من الشوي إنه الحكومة فرطت وما اتفقوا مع بعض شي طبيعي ما حيتفقوا مع بعض لأن الحرامية بين بعض ما فيهم نتفقوا كل واحد بده يأكل شيء في أكبر من الثاني على هالشعب لمعتر المتظاهرون رفعوا شعارات رافضة لتشكيل الحكومة الجديدة من قبل المكلف حسن دياب المرفوض من قبلهم ونددوا بالوضع الاقتصادي المتردي في البلاد في ظل أزمة المصرف اللبناني وتحت الشعار أسبوع الغضب عمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسية في بيروتا ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات وتداول ناشطون دعوات لتنظيم مسيرات ومشاركة طلاب الجامعات والمدارس وقطع الطرق كنت بالليل بالحراك وأنا من مؤسسي الحراك وأنا ضد هذا التكسير اللي صار إنما أنا مش معي أن يبقى سياسي واحد في لبنان هؤلاء الموجودين لأنهم يتقاصموا هذه السروة حيكفوا على هذا الوطن عنف دفع بعدد من الأصوات إلى محاسبة المتورطين في استخدامه ضد المحتجين وضد عدد من الصحفيين والمصورين الذين تعرضوا للضرب وتكسير معداتهم بحسب ما تداولته فيديوهات على مواقع التواصل وهو ما ردت عليه وزيرة الداخلية اللبنانية بنفيها إعطاء أي أوامر لاستخدام العنف من قبل الشرطة صوت مجلس النواب الأورتوني بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحضر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات قد قال في وقت سابق إن المصادقة على مقترح القانون تلزم الحكومة بوقف استيراد الغاز الإسرائيلي هذا وشهدت الأردن احتجاجات شعبية واسعة منددة باتفاقية استيراد الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الاحتلال عام 2016 وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي فعليا تصديره إلى الأردن مطلع العام الجاري للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات أجبر المحتجون في العاصمة الفرنسية باريس متحف اللوفر أجبر على إغلاق بوابه أمام الزائرين ويصر المحتجون والنقابات في فرنسا على الاستمرار في الإضراب والاحتجاج إلى غاية عدول الحكومة الفرنسية عن الإصلاحات التي تعتزم إجراءها في نظام التقاعد وهو ما أصاب العاصمة الباريسية بشلل في عدد من القطاعات أبرزها المواصلات نشرة نتات وعلى تذكير بهم ما جاء فيها بغداد تستبق مهلة ناصرية التصعيد السلمي يزيد زخم الاحتجاجات في التحريق ساعات على انتهاء مهلة الناصرية التوتر يبلغ ذروته ويخيم على جنوب العراق قبيل عطلته التشريعية البرلمان يفشل بعقد جلسته والموازنة حبيسة الخلافات بغداد وواشنطن تؤكدان على خفض التصعيد بالمنطقة وحماية السيادة العراقية الفلوجيادة تيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعاتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة